الله أصلي لحياة حمد وعلي محمد هنا العراق برلمان جديد من رحم انتخابات مبكرة بثوب جديد ونوع سياسي يترجم نفض الغبار القديم أول جلسة للبرلمان الخامس بمشاهد لم يسبق للعراق والعالم أن رأاها من قبله تدخل الكتلة الصدرية بلباس الأكفان وراية العراق رمزية نطق بكلمة الحق لأجل العراق دون خشية من أهواء سياسيين أو أجندات خارجية أما الداخلون إلى المجلس من نواب امتداد والجيل الجديد فكان توك توك ثور التشرين وبهتافها هو الطريق التي أوصل من خلالها رسالة دخول البرلمان التأمت الجلسة الأولى بنصابها القانوني بعد أن حضرها من النواب 325 نائبا صور عكست ما بداخل الكتلة الصدرية من ثبات على الموقف الوطني والسياسي أيضا وأنفاس تشرين التي خرج العراقيون لأجل أن يحدثوا تغييرا في برلمان مختلف جديد بالحلة والمضمون أما المضمون السياسي فهو الأكثر تفردا في عراق ما بعد 2003 حيث الثبات على تشكيل حكومة أغلبية وطنية وهو ما سيغير مجرى المتعارف عليه لمفاجآت قد تحصل في تغييرات سياسية جذرية يريد من خلالها صناع العملية السياسية على أن تأتي بمتطلبات الشارع العراقي بعض تلك المفاجآت عكست نطجا سياسيا في تفاصيل تقاربات بعض التحالفات والتجاذب على نحو يمنح ضوء أخضر لمرحلة جديدة يكون عنوانها العراق للجميع والجميع لأجل العراق